في إطار سراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويد المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 536 عنصر إجراميا ومصر عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 25 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرخ بالإكراه، خطف، سلاح، مخدرات وضبط معهم 231 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 770 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش، وسناني جيرينوف، و117 بندقية، و88 بندقية ألية، و44 مسدساً و520 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و135 خزينة إضافة لـ 1659 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455 ألفاً و472 حكماً قضائياً من بينهم 1690 حكم جنايا 165 ألفاً و761 حكم حبس و222 ألفاً و546 حكم غرامة و65 ألفاً وأربعماء وخمسة وسبعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً قاموا بارتكاب 58 حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض 91 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبوها بإجمالي 139 متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1573 قضية إدجار في المواد المخدرة من بينها قرابة 708 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 3655.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 51.5 كيلو جرام وضبط حوالي 14 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 16 كيلو جرام من مخدر الاستولوكس وعدد 34.154 قرص مؤسرة و53.660 قرص ترامدول مخدر و19.000 قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 78 مليون جنيها كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 34 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة